اشتركوا في القناة وكنا مسيرين للوضع الوطني ولكن للأسف ما لقنا حتى شي رد اعتبار ولو عركة إجابة على المراسلات اللي قام بها المكتب النقابي لجميع النطاقات وحنا حاليا دبا حلينا ولكن رحنا حاليا نسدين لأن الحدود مدم هي مغلوقة ومغلوقة في وجه واحد الفئة اللي هما عرحنا مشي الجميع وبقول الإخوان المهنيين اللي ما اخدوش حقهم وتعاملوا معاملة صراحة استثنائية لأنهم هما نقيلة خاصهم يدخلوا ما كانواش يتعاملوا كمهاجرين أو كناس غادي عرر سياحة حاليا عدينا إشكالات إشكالات كبيرة هو المحلة دينا حاليا لهم البابان ولكن رابدون جدوى محاليا ما كانوا مارسوح تشي 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 وظيفة أو لا تشي حاجة غا نديروها وكان طالبوا من الحكومة من بعد من هاد الكمية اللي صفتنا دي المراسلات أن هاد جاوبنا وتأخذ الموضوع قمنا بجميع الإرساليات للرئيس الحكومة ولا الوزارات المعنية قمنا بلقاءات مع السيد العامل والسيد الوالد يلضربضة وهم يوعدون على أنه سيكون لدينا جواب عن مقارب ولكن لحد هذه اللحظة نحن باقفين في بلاستنا وكان نزفو كيفما قلت ها نعود نقول هذا القطاع ينزف وما عارفين حتى حاجة اللي غادي نلقوا بها حل الوضع دينا الوليدات دينا اللي على برة اللي هم الصائق المهاني اللي تكرفس والناس اللي هنا راه ناس هنا تأزمات شركات راه على حافة الإفلاس باستثناء شركات اللي هي رعلنات الإفلاس دينا مسبق ده كان طلبه من صاحب الجلالة يأخذ بعيد الاعتبار هذا الوليدات ديو اللي أنا ما قلت نقوله من غير أننا نحن وليداتك كان خاطبه فك الأب روحي دينا والله يشافك وطولنا في عمرك ما قلتنا في عمرك وكان نطلبه من رئاسة الحكومة أنها تدرس الموضوع دينا بجدية وتاخبنا على أن نحن لا يجزء من هذا الأرض رحنا شريان اللي يتمشى فيه واحد النسبة كبيرة دينا المواطنين حينما نقوله صلة وصل ما بالمغاربة اللي في المغرب والمغاربة اللي في أوروبا ما قلتنا نطلبه شيء واعرى صف أننا يدخلوا ولداتنا اللي على براء ونستأنفوا العمل دينا نقشونا كان شيء شروط كان شيء ضوابط والسلام عليكم